السلام عليكم حبيباتي كديرين لبس عليكم ضحكين ناشطين مالين فراسكم ممكن تمني ربي تكونوا مزيان وتكونوا في صحة جيدة ان شاء الله بالنسبة لبنات اللي باغين يتبعوني في انستغرام غنخلي لكم انستغرام ديالي هنا بزاف منكم كيسولوني على الكون ديالي في انستغرام بزاف منكم ما عارفينه هاش غادي نحط لكم هنا رابط ديالها دخلوا عندي ثم نحط لكم مصطوريه تدوينين نحط لكم بزاف لحويش غاين نفعوكم يعني المحتوى ديال الانستغرام بعيد بزاف على المحتوى ديال القانات وكن قول لكم كذلك الجديد اللي عندي وكن قول لكم اليك انت غا نحط شي فيديو تبعوني تما لاحقاش كنكون فيه يعني مكونكتية بزاف تالبنات اللي باغين يهدروا معايا ميساجات ولا اوديوات يجوا يعدين لانستغرام راكن كونت فيديو الجيل جميع ان شاء الله بعد الصلاة على نبينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ألي وصحبه جمعين وسلم تسليما كثيرا أريدكم واحد الوصفة زوينة بزاف تستعملوها بالخصوص اللي بنيسات اللي سيقرعوا ولا اللي خدامين تستعملوا حاشكم بزاف طوالتات ديال الزنقة يعني من غير طوالتة ديال الزنقة وعرفة ان طوالتات ديال الزنقة ما شيف حالي للطار كتكون يعني كتكون البنت معارضة بزاف كتهزب بزاف ديال الجراتيم كتهزب بزاف ديال الوسخ أغلبي طوالتات ديال المدارس أولا ديال بلايس ديال الخدمة ما كيكونش بزاف نقيين يعني مية في المياه وين غا نحتاجه غا نحتاجه غا نحتاجه للخزامة هنا دف الكمية قليلة كما كتشافوا معاي في الفيديو انتم ما تقدروا تديروا الكيمية اللي بغيتو هنا غا تحتاجه الخزامة الخزامة غا مطهرة بزافة البنات وغا تحتاجه واحد الحفنة ديال الزعتر وغا تحتاجه كذلك الماء الزهر يستحسن البنات تاخدو ديال القرعة اللي كتكون خضرة هذا كيكون أصلي وما فيش يعني ما كيكونش مصنع كيكون ماء ظهر أصلي مصنوع من البيت هاده هم المكونات اللي غا نحتاجه في هاد المعاقم هاده اول حاجه غا ندارها كأنها كسرونة كندير فيها هاد الأعشاب هادو الخزامة وكندير فيها وكندير فيها الزعتر دروا تزيدوا التشيح إذا كان عندكم تهورة مزيان وغا نزيد واحد لكاسة الماء انتم ما على حسب الخزامة وعلى حسب الزعتر اللي درتو كزيدوا الماء كندير كل شيتا كيتغلاء مزيان تكيتلقوا لوياد وعناصر مع بعضياتهم مزيان في الماء كنشد الخالص كنصفيه كما كتشوفوا معي بعد كنناخد ماء الزهر ماء الزهر واحد الريحة كيتلقها غزالة بزافة البنات كذلك هو واحد المعاقم وكيخلي واحد الريحة زوينة في البلاصة سوف ندير فيه واحد ثلاثة معالق كبار دي الماء الزهر إلا داتوا كمية كثيرة ديرو مصكاس تلعنبا دي الماء الزهر سوف نخلط كل شي غا نخلي المكونات تايبردون بزيان وكنناخد واحد البخاخ بالنسبة للبنات اللي بغين يستعملوا هاد الوصفة هادي مثلا نديروها في السكت ديالهم استعملوا هادا كل بخاخ اللي كيكون صغير ور مشي قد هادا كيكون صغير ورين كيتباعوا عند العطار وعد موالين المواعن تتمشو عندن كتشري وراء عدو السدادة عندو السدادة دياله كتديرو في السكت ديالكم ومنلوف الكاغطابل ديالكم من اللي كاتبغو كما قلت لكم تستعملوا المراحد تستعملوا طوالتات ديال برا كترسوا هاد الوصفة هادي وما تخافوا انه من تشي عدوه انه تلصق فيكم كيفاش انكم تستعملوها غادي تبقوا ترشوا بها اي بلاسانت وما يعني دخلوا ليها تقضو الحاجة ديالكم سواء طوالتات ديال مدارس ولا ديال العمل بالخصوص الله كانوا دي sweating لواقية تصويره هنا إلا كانوا هاد ال TER painting إلا كان هاد الهد إلا مكمل هاد الهد هاد الكرسي الله تنفي بالزاف هاد الوصفة تتخذو شاي كلينكس أصلا كذلكم أحد البخاخ صغير في السكت ديالكم وينكون بسدادة دياله هاداك البخغير اكديرو في هاد الوصفة ه هذه من يتبغوا تستعملوا الطواليس كتدخلوا وكترشوا هاد الوصفة هادي في كلينيكس وكتمسحوا قاع البلايس اللي انتم مبغيتو تقضيوا فيهم الحاجة ديالكم وذيك ساعة كتعقموا ذيك البلاسة وما كتخافوا انكم تزو تشي مكرب ولا شي حاجة كترشوها مزيال على البلاسة وكتمسحوا ذيك ساعة هاد كتتقلسوا بالنسبة للبنات اللي في المدارس اللي كيستعملوا الطواليسات ديال المدارس وانا ما كان نصحش بهم نهائيا طواليسات ديال المدارس علاش لحقاش كيكونوا مسخم بزاف 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 ولكن ان لا جابتها الضرورة شنو غادي نديرو هاد الوصفة هادي ماشي بطبيعة حادة تاخديك اللي نكسو تبدأ يتمسحي هي كترش كترشو البلاسة كتتعقم ببوحدة يعني عواض انتوما عواض مثلا منطقة الحساسة تشم شيريحة ماشية ديك كتشم فقط هاد الشي اللي تترشو وبنسبة لهاد العناصر اللي درسانا في هاد المكون فيه عناصر اللي هما معقمة بزاف وما كيخليوش الجاراتيم يدوزوليكم من منطقة الحساسة ديالكم اغلبي تتوالي تتسوى ديال المدارس ولا ديال البلايس ديال الخدمة ما كيكونوش بزاف نقيين يعني مية في المية كتلقى مثلا بزاف لبناس كي يعانيو من الحكة ديال يعانيو من الحكة ديال في المنطقة الحساسة وهاد الشي اللي تيكون السبب ديالها ان شاء الله مرى هاد الفيديو غادي نديلكم محل الفيديو غادي نعطي فيه العناية الكاملة بالمنطقة الحساسة ركنت سبقت يعدت لكم محد الفيديو هادرت فيه على العناية الكاملة بالمنطقة الحساسة ولكن كنت غير هادرت فيه يعني اوغا المو هادرت غي هدرة من نسبة للفيديو اللي غادي تشوفو معايا مورا هاد الفيديو غادي ندلكم لك شي تطبيقي سوف نريكم الوصفة التي تستعمل لتنظيف المنطقة الحساسة و سوف نريكم كذلك البرودوي تقدرون تشريه من الفورماسيان وهو جيد بزاف لتنظيف المنطقة الحساسة والتخلص من الارتهابات والبناء اللي عندكم اللي تعاني ومساكنته هما من حرق النبولة اللي كي يكون واحد المرض اللي متعب بزاف و كي يبرزط هذا الجلسة ان شاء الله سوف نحط لكم هذا الفيديو و نشوفكم ان شاء الله فيديو جاي إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا اللايك باش تدعموني و إلا بغيتوا تسوليني على شي حاجة خليوا لي التعليق لتحس و أنا كنجاوب على قاعدة حاليق و نشوفكم ان شاء الله فيديو جاي تهلولي يفرسكم بزاف بزاف بسلام عليكم